موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشاتكم الاقتصادية والتي نسترد فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد نستيلها من الرباط حيث وقعت الهيئة الوطنية لأنزهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اتفاقيتي شراكة في مجال الوقاية من الفساد الأولى مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وثانية مع مجموعة البنك الدولي ويكمن الهدف من هذا الاتفاقية في إطفاء صيغة تعاقدية للتعاون بين المؤسستين في مجالات متعددة وتبادل الخبرات وتعاون وتنصيق في مجال محاربة الجريمة المالية ومحاربة الرشوة فضلاً عن التكوين والتحصيص في هذا المجال في قبرنا كرفض تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشوي قانون المالية لسنة 2024 بأن تكلفته البرنامج الموجه لمخطط العمل الخاص بالمكتب الوطني المغربي للسياحة برسم سنة 2023 بلغ مليارين و27 ألف درهم وأضح تقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن برنامج سنة 2023 يركز على تنفيذ مخطط العمل Light in Action الذي سيدعم تنفيذ الاستراتيجية القطاعية الجديدة 2023-2026 من أجل إدماج المغرب في قائمة أفضل عشر وجهات سياحية عالمية بحلول سنة 2026 ويتألف هذا المخطط من أربعة محاور متكاملة تتعلق بمواصلة الحملة التسويقية الرامية إلى توسيع نطاق حملة المغرب أرض الأنوار والاشتغال مع علامات تجارية رائدة واستخدام التكنولوجيا الرقمية لمضعفة القنوات الترويجية للعرض المغربي وفي موضوع آخر أكد رئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية حميد عدو أول أمس بيضر البيضاء أن الشركة تطمح لمضعفة أسطوئها الجوية أربع مرات في أفق سنة 2037 مع تغطية مئة وجهة دولية جديدة وأكد السيد عدو أن الفاعل الوطني يتمح بحلول سنة 2037 إلى تعزيز بردمج رحلاته تدريجيا وتغيير بعضه للاعتماد بشكل أكبر على توسيع الأسطول وتحصين تجربة الزبناء فضلا عن افتتاح خطوط متوسطة المدى وطويلة المدى في أربع قرات وأضف أن الخطوط الملكية المغربية تطمح أيضا إلى زيادة عدد السياح بالمغرب إلى 21 مليون سنويا من 69 دولة وأربع قرات وذلك بحلول سنة 2037 دوليا استقر خامو برينت فوق 88 دولارا للبرميل اليوم إذ وزنت المخاوث من تصاعد صراع في الشرك الأوسط القلق حول الإمدادات في ذل الافاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت 11 سنة إلى 88 دولارا و18 سنة للبرميل بينما تراجعت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 83 دولارا وتسعة وستين سنة للبرميل وفيما يخص أسعار ذهب صاعد المعدن الأسفر اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكن المكاسب تقلصت بعد ظهور علامات على فتور الطلب على الملاذ الآمن وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بصفر فاصل اثنان بالمئة إلى ألف وتسعمائة وثلاثة وسبغين دولار وسبعة عشر سنة للأوقية بعد أن تراجع في الجلستين السابقتين عن أعلى مستوى لهما في خمسة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي هذا وهبطت العقود الأجلة الأمريكية لذهب بصفر فاصل واحد بالمئة إلى ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين دولارا وثلاثين سنة أكتفي بعد القدر مشاهدة الكرام نلتقي بعد قليل في مجز لأهم الأنباء في أمان الله